بهالخطة الرمضانية البسيطة رح نستهدف أربع أوقات مهمين كتير للإنقاص الوزن في رمضان وهنن قبل السحور وقبل الإفطار أثناء الفطور وبين الإفطار والسحور رح نتكلم شو لازم تعملوا بهالأوقات بالتفصيل لحتى توصلوا لأحسن النتائج خليكن معي بداية رح نحكي عن قبل السحور بنصف ساعة لازم تعملوا المشروب الأخضر شو هو المشروب الأخضر تحطي أربعة أو خمس مكونات فيهم مكونات لون هم أخضر على الأقل أنه كانت بتلكم كم مثال وكما فيه على القناة أربع أو خمس فيديوهات لمشروبات خضراء فيكن تعملوها وكلهم حيكونوا بصندوق الوصف لازم تضربوهن كتير منيح بالخلاط وتشربوهن قبل السحور بنصف ساعة يعني لو خلصت عندكم الأفكار وحبيتوا تلجأوا لفيديوهات من القناة أنا حساعدكم وححط لكم الروابط بصندوق الوصف كمان لازم لازم قبل السحور بنصف ساعة هلأ خلينا نحكي عن وجبة السحور وجبة السحور لازم تضمن شغلتين كتير مهمين عنصرين يعني البروتين والنشويات البروتين من أمثلته الدجاج والبيض والفول وأي نوع من أنواع الجبنة قليلة الملح كمان النشويات فيكن تاخدوا نصف رغيف أسمر أو أربع ملاق رز أو شريح التوست من أي نوع في على قناتي الثاني مطبخ سافانا فيديو لأنه كيف تعملوا توست بالبيت بمكونات كتير بسيطة وكمان توست كتير مفيد بالحبوب بنصحكم تشوفوا رح أخلي لكم كمان الرابط بصندوق الوصف طب لو حبيتوا تاخدوا خضار إذا اشتهيتوا على السحور فيكن لو ما حبيتوا أوكي ما في أي مشكلة لأن المشروب الأخضر أم بالمهمة كمان فيكن تاخدوا حبة فاكهة واحدة ممكن حبة الفاكهة تكون نص موزة مثلا إذا تعطشوا به نهار رمضان كمان ممنوع من عم باتة تاخدوا التمر والموز والمنقا والعنم لأنه سكرياتون كتير عالية قبل اللفطور بساعة هي اسمها الساعة الذهبية لحرق الدهون شايفين هذين اللي مستلقي بس هيك عم يرفع إيده وينزله لو بس تعملوا هيك حركات بسيطة لمدة عشر دقائق وانتوا متسطحين وانتوا قاعدين انتوا عم تستهدفوا دهون الجسم مباشرة بتعمل طبعا هاي الحركات على زيادة حرق الدهون وزيادة هرمون إنه مكونوا متأكدين إنه الجسم عم ياخد من دهون جسمكم لأنه استنزف كل الطاقة الموجودة من الأكل نتيجة الصيام وهلأ بالنسبة للإفطار رح تاخدوا الخطوات اللي قدامكن بالترتيب أول شي تشربوا كاسة مي أول ما بيقدن بعدين بتاخدوا تمرة واحدة فقط بعدين بتاخدوا إما بروتين أو صحن الصلاطة فيكن تاخدوا الصلاطة أول بعدين البروتين أين كان الشي اللي بدكن إياه كمان نوعية البروتين حسب الموجود عندكن على السفرة خامس خطوة هي إنكم تاخدوا أي شيء موجود عندكن على السفرة يعني فيه أحسن من هيك نظام بس إنه أمشي بالترتيب يعني لما توصلي للخطوة الخمسة رح تكوني وصلتي للشبع فما رح تاخدي أشياء مضررة كتير كمان بين الفطور والسحور الرحة أعطيكن هيك شوية نصائح أول شي تشربوا ثمان أكواب ماء ممكن تحطوا تايمر على جوالكن بين كل ساعة ولا ساعتين لحتى يذكركن بيشربوا المي يعني كل ما يرن الجوال فيكن تشربوا مي كمان انتبهوا من الملهيات يا بنات مثل المسلسلات والسوشال ميديا ما تلهيكم عن ذكر الله في رمضان لأنه رمضان هو شهر العبادة وليس شهر المسلسلات والأكل كمان اشربوا القهوة والمشروبات الساخنة بين الأفطار والسحور كتير رح تعزز من معدل حرق الدهون رح ترفعه وبنصحكم ما تحطوا سكر عادي حطوا ستيفيا وحطوا شوية حليب إذا بدكن بين الفطور والسحور ما تاكلوا شيء أبدا خلاص بس نشرب سوائل وقبل السحور نصف ساعة مثل ما قلنا بناخد المشروب الأخضر هلأ بالنسبة للحلويات كتير سهل لكم ما تاكلوا حلويات أبدا ولكن لا ما رح أقل لكم هيك رح أقل لكم تاخدوا أطعى وحدة من أي شيء متوفر عندكم على السفرة أو أي شيء متوفر عندكم أنتوا جايبينه برمضان أنا بعرف برمضان الحلويات ما شاء الله بتصير كتير فأطعوا وحدة بس وإذا بتصنعوا بالبيت وبمكونات صحية بيكون رائع وممتاز طبعا جدير بالذكر هون أني وجهكن على قائمة تجويل موجودة بالقناة هي 30 يوم صحي وجبات صحية كاملة إفطار وغدا وعشا فيكن تلجأوا لهي الأفكار من فطور وغدا لحتى تستخدموها بشهر رمضان ممكن وجبة الفطور تاخدوها على السحور ووجبة الغدا تاخدوها بالفطور تبع رمضان فممكن تلجأوا لهي القائمة ولهدول الفيديوهات عن جد كتير رح تساعدكن بتمنى أنكم تضغطوا عن رابط يلي بصندوق الوصف وتاخدوا هيك لمحة عن الفيديوهات وعن طريقة التقديم يلي كانت بهذا الشهر وحابة أنصح نصيحة كتير بسيطة أنه يا بنات لو خربطوا بيوم ويومين واسبوع حتى لو عشر تيام عادي ارجعوا وكملوا دائما كل ما تزيحوا عن الطريق الصحيح ارجعوا له وصدقوني إلا ما يجي يوم وتلتزموا التزام كامل رح تلاقوني كاتبت لكم كل الخطوات يلي نذكرت بالفيديو هيك لحتى إذا بدكن تاخدوا سكرينشوت بتمنى كتير أنه اطبقوا هذا النظام لأنه عجل ما رح تلاقوا اسهل من هيك حتى يجي العيد وإنتوا بمقاس جديد شكرا لاستباعكم والسلام عليكم